أكد صاحب سموه الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على عمق العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وما تشهده من تطور ونمأ في مختلف المجالات وأعرب سموه عن الاعتزاز بموصل إليه التعاون الثنائي بين البلدين من تقدم على كافة الأصعدة بفضل ما يحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظهما الله جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور السمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أماناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني لدى استقبال سموه سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حيث أكد سموه على موصلة دعم العمل المشترك بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتعزيز التكامل الثنائي على مختلف المستويات تحقيقا للأهداف المرجوة لافتا سموه إلى الحرص على الدفع بالعلاقات الأخوية نحو أفق أرحب بما يدعم التعاون الثنائي ويحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات أبناء البلدين الشقيقين من جانبه أعرب سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص واهتمام بتعزيز العلاقات بين البلدين ترجمة نانسي قنقر